اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين كيف يلعب الهلال؟ هتحطونا الأول ترتيب الدوري السوداني خلينا نقول في الأول أن النادي الأهلي تاريخياً مكسبش الهلال في السودان ولا مرة فإحنا بنطمح للفوز الأول إن شاء الله على الهلال السوداني دي هتبقى حاجة هتحسب للعابة النادي الأهلي وهتحسب لمرس الكولر نبدأ الأول بالترتيب اللي جاهز يا جماعة نجيب التشكيل حتى طبعاً هم بيلعبوا مع المدير الفني فلورانت إبنجي اللي هو المدير الفني اللي كان ماسك فيتا كلوب قادي التشكيل قدامنا كان ماسك فيتا كلوب ونهضة بركان والكونو بيلعبوا بيقى الاربعة تلاتة تلاتة ده تشكيلهم المتوقع والقرب قدامنا نجيب التشكيل هنا علي أبو عشرين في حراسة المرمة لاتنين المساكين أحمد يحيا هو اللي هيدخل نتيجة إيقاف المدافع اللي حصل على كارت أحمر فأحمد يحيا هو الأقرب أو محمد سعيد نحط بقى دايرة على عثماني ديوف المدافع السنغالي اللي تعاقدوا معاه في كاس أفريقيا للمحليين واحد من اللعبة الممتازة اللي جايين من منتخب السنغالي اللي هو المدافع عثماني ديوف نحط دايرة برضو على إبراهيم أمورو اللي هو الباكليفت الغاني دول يعتبروا أحسن اتنين ومهمين جدا في عملية البلد أب بتاعهم سواء عثماني ديوف السنغالي أو إبراهيم أمورو الباكليفت الغاني أطهر الطاهر باك يمين سموحة بيلعب نحية اليمين ولي الدين خضر اللي ارتكاز قدامهم هو اللي قدام الارتكاز الدفاع اللي قدام الأربعة الاتنين اللي بيكملوا لقدام ديفت أباجنا وده جاي من منتخب غانا للمحليين برضو كان بيلعب في بطولة أفريقيا للمحليين وعبد الجليل أجاجون موجود معهم من السنة اللي فاتت لا اللاعب النيجيري الاتنين اللي قدام مكابي للوبو هو الجناح الأيصر القادم من فيتا كلوب الكنغولي واحد من اللاعب اللي عندها سرعات ممتازين جدا والماتش اللي فات في سانداونز كان بيلعب نحية اليمين احنا متوقعين انه هو في مباراة الأهل هيلعب نحية الشمال وحيدخل ياسر متزم للوع رقم تسعة اللاعب السريع الجناح السريع اللي عامل تلاتة أسست في البطولة وقدام محمد عبد الرحمن المهاجم اللي مسجل هدفين في البطولة واحد من الأسلحة المهمة جدا طيب نروح بقى للحالات وعايزين نشوف ازاي فريق طبعا احنا نجيبين لحالات من مباراة سانداونز لان بصراحة مستوى الدور السوداني لا يرتق ان احنا نقارنه بمستوى دوري أبطال أفريقا مباراة الهيلال وسانداونز يا كابت اسلام كانت فيها مؤشرات كتيرة جدا على شكل ادفاع الهيلال نادي سانداونز سبحان الله ربما يكون الطبيعي ان الفرق لما تلاقي فريق قدامه متكتل في الدفاع تتجه الأطراف على العكس ده سانداونز فضل تسعين دقيقة بيختار امك نادي الهيلال بطريقة فظيعة جدا وفتفاع نادي الهيلال عمل كم هائل من الأخطاء السازجة منها واحدة من الأخطاء السازجة جدا 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 للمساكين الحالة اللي احنا هنشوفها حاليا دلوقتي نادي الهيلال واقف فيه الملعب بطريقة خمسة اربعة واحدة تعالوا نبص كده نادي سانداونز مصر تماما هو هيخترك من العمق تحط خمسة تحط تسعة انا هخترك انا هخترك من العمق عمله ايه بقى رغم خمسة هلين نركز معاه ازاي هيتسحب لبرا هيتسحب لبرا بشكل لطيف قوي وتتعامل مساحة وراء ده مش اموره خمسة اموره البكلف اتسحب لخارج المنطقة واتقلقت وراء مساحة خلت الفريق سانداونز يوصل للمرمى بانفراط تاني نشوف فيه الكرات اللي قدام خط منطقة التمنتاشر كل تركيز سانداونز فيه اللعب الكرات على الارض والاختراق من العمق حتى هدف المباراة الوحيد اللي جه من تزديدة كباردو من تزديدة من امام منطقة التمنتاشر وحصل فول واب بعد محارس المرمى صدهات ديكو اعتقد كرة الهدف تقريبا ونشوف كل ده فيه عشوائية الفريق عشوائي للغاية في الوقفة فربما تكون دي يعني فرصة دي انا حنفهم ان الفريق ربما سانداونز محللين سانداونز اتفقوا نبعد يا جماعة عن الكرات العرضية لان ادفاع الهلال السوداني يمتلك اطوال قامة طويلة وده كمام مش صور بلاعب سانداونز احنا عرفينه من زمان بلاعب كرة على الارض سانداونز بس كابتسلام كل حجماتهم اللاعب ياخد الكرة ويتجه لعنكمة بس المهم يكون فيه عنده اتنين ارتكاز وقفين بظهرهم لحارس مرمى الهلال يستلموا الكرة وان تو او وان سري هوب تلاقي اللاعب على طول انفرق بالمرمى هنا بتحتاج حاجتين بتحتاج تحرك بدون كرة كتير العيام السابتة وكمان بتحتاج سرعة بالغة في عملية التمرير ودي اعتقد دي بقى كرة الهدف دي تسديدة وبص فيه مساحات كبيرة جدا رغم الزحمة فيه زحمة اه لكن زحمة سلبية مفيش منها اي تأثير على هجوم سانداونز نشوف نكمل نجيب المشكلة الكريمة اللي بتكلم فيها لياس زين فورتين نكمل بس نجيبها نلاقي ان هم عندهم مشكلة واضحة في عمق الملعب عايز تكسب الهلال السوداني لازم تستغل عمق الملعب سانداونز لعب على كده اللي هي المساحات اللي ما بين الخطوط وعايز فتنس وعايز فتنس ليه بص هنا بص يا كريم المساحات دي في وسط الملعب كبير جد دي الحتة ليه لانهم بلعبوا بارتكاز واحد واثنين قدامه عبد الجليل أجا جون والارتكاز التاني اللي هو اللي هو اللعيب الغاني بيكمله القدام فبيبقى فيه مساحة في وسط الملعب ده الجون اللي تلغى تعالى اتفرج عليه برضو انت جيبت الجون اللي جيه هدف صحيح تعالى ده برضو كان هدف صحيح وتلغى هنا التركيز ان الوينج مورينا اللي هو الجناح اليمين بتاع صندوق هن عارسينه ده مكتير والتاني فين يعني الاتنين اللي قدام هنا في عمق الملعب فاضي بص هتلاقي عمق الملعب بصوا بيعمل البيانية منين تخيل الجون ده حسب اوف سايت وهنا السؤال ليه ما فيش فار في دور عايزين نخلي انا كنت باسأل عليه انا كنت فاكر ان هو السنة اللي فاتت قال ان هنلعب في الفات او هنلعب في دور التمانية او ابتداء من السنة الجاية ده الكلام ده قاله السنة اللي فاتت ده ما اصالش ابتداء من السنة اللي جاية ولكن لم يعد وشان كده انا اختلط وعايزين نخلي انا كنت تسمى دي نقطة مهمة جدا ان لعبة زي دي يعني تتلغي ده الولد فار ب 2 متر او دوط متر او هاته احنا هي معنا لو ممكن نرجع او عشان نجيب فيه صورة ايو باس هي الصورة دي بص كنت تسمى دي واضحة او بص المدفع المدفع او ده هدف ده هدف بص المساحة كبيرة اونا كبيرة جدا واللينز ما انا رفع فده عايزين بس نخلي بالنا ان في دور التمانية بص لاي ما نوقف غلط اه في دور التمانية ربما بص نتعرض لمسل لاي ما نوقف غلط الفكرة كمان الجون جاي من اينا جماعة جاي من العم جاي من الزون 14 عشان كده مهم الاتنين الارتكاز اللي هم المسندين لازم يكملوا في حتة عمك الملعب سواء بدأ بقافشة سواء جندوزي سواء حمدي فاتحي سواء اي حد ويتحرك كتير لا ما حاجة تحرك لازم تحرك كتير ما بين الخطوط في الحتة دي لازم الجناح يطع لجوة اللي عبت الارتكاز تكمل في الحتة دي تحديدا بس خباك سيبارة عشان نكمل الحتة تقولها دي حتة مهمة جدا ان المطش الساعة تلاتة العصر طبعا واحنا دايما عندنا يعني ازمة بدنية مع مطشوط ساعة تلاتة العصر اللي احنا مش متعودين نلعب ساعة تلاتة العصر حابنلعب لخمسة لابنلعب سبعة او ثمانية بالليل فاحنا محتاجي فعلا واحدة من النقطة المهمة اللي اتمنى محلين الاداء في الفريق يبقوا قايلين لكلر احنا محتاجين عشان نكسب الفريده نهاجمهم بالعمق بس عشان نهاجم العمق محتاجين نحن فتنس كويس طبع عشان نعم فتنس كويس هنقص لعصر فمحتاجين نلام بدري ونصح يعني هي محتاجة لكشة تنظيم مكانة الاسلام عشان نقدر عشان تتعود على الساعة لان نحن بالضبط لو احنا روحنا او هم اكبرونا نلعب على الاطراف هيبقى ميزة لان هم عندهم اطوال في الدفاع نجيب بقى البلده بتاعنا تفرج على بناء الهاجمة بتاعهم مهم جدا ازاي هم بيبنوا الهاجمة هنا هم عندهم طريقتين للبناء الهاجمة البلده تنظيم الهاجمة بتاعهم من ورا هنا الباكليفت اموره داعلي دايرة وعثمان ديوف اللي هو المساك التاني هنا بيقول له ايه اموره بيقول له اجاجون عبدو اللي هو النيجيري انزل انت استلم عشان تسحب معاك اللي هو الجناح اليمين بتاع سانداونز وانا هاجري في المساحة الفاضية دي دي اول اول حاجة في بناء الهاجمة بتاعهم بص هنا نكمل هنلاقي ان هو بظاهر للأجاجون ويهي الباكليفت نركز معه بس شوف هيجري فيه هنا الباكليفت جيرا الباكليفت دا واحد من مفاتيح اللعب واكتر لعب صنع فرص في مباراة سانداونز اللي هو الباكليفت الغني بتاعهم والكروز بتاعهم هن نكمل برضو هتلاقي بص جيرا الفين وعمل العرضية فدي واحدة اول طريقة عندهم في البلد اوب او بناء الهاجمة من خلال الباكليفت طيب تعال نشوف بقى الطريقة التانية بيبنوا الهاجمة ازاي من خلال عندهم تنوح هنا بيعتمدوا على المدافع اللي جايبينه اللي هو السنغالي عثمان عثمان ديوف اللي هو رقم 38 دوت عمل 12 تمريرة طولية في مباراة سانداونز ده دليل عليه دليل ان الراجل ده مفتاح بناء الهاجمة لازم يتم الضغط عليه ممكن اسيب المدافع التاني واخلي المهاجم بتاعي يروح ليه عثمان ديوف اللي دايما بيحضر على للوبو اللي هو الجناح اليمين كل دي الالعاب احنا جايبينها اهو هو عمل 12 تمريرة طولية فانا لازم اعمل ضغط لازم اكيد مرسل كولر هيخلي المهاجم يروح على عثمان ديوف ويسيب المساك التاني لان ده اللي كورته اعلى فانا لازم اقلل الرزق اقلل عملية بناء الهاجمة وامنع بناء الهاجمة بتاعهم من بدري هنا لولوبو اللي هو الوينج الجناح السريع بتاعه واحد من الجناحات الممتازة هات برضو الكرات بتاعت لولوبو عشان نتكلم على اللعيب لولوبو الجناح اليمين اللي هم تحرك جدا وسريع ويخش كمان اللاعبو بيعمل دور مهاجم تاني وعنده سرعات عنده سرعات دي نقطة مهمة هنا برضو لولوب اهو هنا المدافع لعبها لولوبو اللي هو بيتحرك ما بين الخطوط نفس الشكل بصوا عمالة اللعب عمالة تتكرر واضح ان ده باترن او اسلوب بناء الهاجمة بتاعهم احنا برضو عايزين نفتكر الحالة دي كويس عشان بيجي نحل إن شاء الله سانداونز لان سانداونز فعلا امانة مطلع لعيبة صغيرين كتير شوفناها ما عندهمش خبرة بس العيبة عندهم حيوية ومدينهم فعلا مدين سانداونز سرعة اكبر بكتير من سرعة الفريق اللي احنا لعبناه السنة اللي فاتح بس الوقت حنا بركز مع الهلال الهلال فعلا فريق عنده بقى مدير فني جيد ومدير فني منظم بس همما زالوا عندهم برضو بعض العشوائية لو ممكن نجيب ده اللوبو طب متحرك جدا بصراحة وعنده لا مركزية في الثالث المراكز الأممية بس هنا اللوبو بيجري برضو كرة تتلعب له ناحية اليمين بس فنش يوم بتاع وحش بس جلاء جاب سبع تجوان أو تمن تجوان في الدوري السوداني برضو يعني كويس كما احترام يعني مش مكويس يعني اللوبو بيعمل بالعرض اللي هنا لعبدالجليل أجاجون هنا أنا أتوقع إن الجناح الأيصر اللي بدأ المباراة اللي فاتت ما كانش مجتنع بيه أو المدرب وخرجوا ما بين الشوطين فحيبدأ بمين بقى بياسر متزمل اللي نزل الشوط التاني وتقلق في مباراة سانداونز وواحد من الأسلحة المهمة لما بينزل يمين بيودي للوبو ناحية الشمال هنا بص الجنين اللي جابوهم في ينجي أفري على الفكرة هم عدوا ينجي أفريكانز وعدوا سان جورج الأسيوبي يعني فريق كويس ده ياسر متزمل اللي هو الجناح اليمين دايما حيرميه وراء معلول فدي نازم نخلي بالنا منها اللي هو لأن الجناح ده عنده سراعات وأنا فاكره من مباراة اللي فاتت بتاعت السان اللي فاتت كان عنده سراعات ياسر متزمل رقم 9 ومحمد عبد الرحمن رأس الحربة ده نفس الجون يعني اللي يركز هيلائي نفس الجون اللي جابو ينجي أفريكانز في تنزانيا نفس الجون اللي جاي فين في السودان في الزهاب والإياب برضو تلعبت تمريرها طولية ياسر متزمل اللي هو الجناح اليمين اللي بيلعب بالعرض لمحمد عبد الرحمن اللي هو المهاجم بتاع الهلال اللي قدر من خلالها يسجل نفس الجون كربونة الجون ده نفس الجون ده فلازم نخلي بالنا أن بنسبة كبيرة هيبدأ بياسر متزمل نحية اليمين وللوب وحيودي نحية الشمال ومحمد عبد الرحمن هو اللي هيبقى المهاجم نسبة كبيرة معانا برضو إحصائية مهمة دي فجوة وسط الملعب اللي احنا اتكلمنا عليها أين ده طبعا ده شكل التلاتة الارتكاز هم بيلعبوا بالأربعة تلاتة تلاتة ده بيبقى بوكبال اللي هو وليه الدين خدر وعبد الجليل أجاجون واللعيب الغاني التلاتة الارتكاز ودي على الأطراف أربعة تلاتة تلاتة ودي التلاتة لفوسط الملعب هنا وجود وليه الدين خدر لوحده بتعمل لهم مشاكل لأنه بيبقى فيه مساحات زي ما قلنا في الزون 14 وفيه بين الخطوط وفي عمق الملعب هنا الصورة دي موضحة المشكلة اللي عندهم وكان سانداونز عندهم اتنين لعيبة بيلعبوا بالشمال كويسين أول اللي هو رقم 35 ده في سانداونز دايما بيخش الجوء واللعيب التاني فواضح أن المحلقين الأداء فعلا زي ما كريم قال في سانداونز كانوا معتمدين ومذاكرين الفرقة بشكل كويس أننا حبازي دايما في منطقة الزون 14 اللي هي في العمق وهنا أغلب الهجوم جاء من خلال الحتة دي فيه إحصائية مهمة جدا يا كابتن إسلام اللي هي معانا كم لاعب من الهلال السوداني شارك في بطولة كاس الأهم الأفريقية للمحلين اللي هي تلاعبت كم لاعب تمانية 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 ستة لو نستعرضها سريعا كده معانا ستة كان في المنتخب السوداني وواحد كان في منتخب السنغال واحد كان في منتخب غاني تمان لعبين تمان لعبين يعني شاركوا في كاس العالم الأندية تسعة تسعة هم تسعة 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 بطولة أفريقية للمحلين محمد عبد الرحمن ياسر متزمل وليد الشعلة عبد الراوفي عكوب علي أبو عشرين حرس المرمى وليه الدين بوجبة موفق صديق دول السبعة دول من السودان عثمان ديوف اللي هو المدافع اللي تكلمنا عليه المميز السنغالي وديفيد أباجنال اللي هو الغاني اللي هو اللعيب صنع العلعاب فدي حاجة تبين لك إن هم مختلفين عن السنة اللي فاتت بشكل كبير نجيب بس برضو ترتيب الدور السوداني تفضل ترتيب الدور السوداني مهم جدا بيبين لك الفرق ما بين كوة الهلال وكوة المريخ الهلال أقوى بكتير من المريخ السوداني لأن الهلال واضح إنه هتبص في الأرقام هتلاقيه من المتصدر الدوري بفارق نوات عن المريخ كمان الأسبوع السبعتاشر أو الثمانتاشر آه لعبوا سبعتاشر مباراة سبعتاشر مباراة ومتصدرين الدوري ومعدل الأهداف كمان كبير يعني بيجيبوا أكتر من هدفين أه فده مقارن أدي الجدول قدامنا الهلال لعب سبعتاشر مباراة بأربعة واربعين نقطة جايبين كم جون بقى اتنين واربعين جون في سبعتاشر ماتش اتنين واربعين جون أما المريخ بس المريخ مسجل كما كريم أكتر من ضعف بقى الفرق أنا فاهم بس هو فرق نقطتين والدفع المريخ أفضل بس يا نقطة طبعا الهلال أكوى بكتير من المريخ المنافسة المحلية لها شكل مختلف عن المنافسة القرية احنا أكيد كابت إسلام أن النادي الأهلي في كل الخطوب بصراحة فجوة ما بين لعبة الأهلي و لعبة النادي الهلال السوداني ولكن في وجهة نظري لعبة الهلال السوداني هيحاولوا يشدونا لملعب الساعة ثلاثة العصر للشارع ده الشارع اللي احنا دائما بنقرأ نحنا نمشي فيه بصراحة فإحنا محتاجين نستعد للحتة دي بشكل كويس ربما احنا دائما في المشروط دي بنلعب شروط تاني أفضل هدايما في المشروط ساعة ثلاثة العصر وبنلعب الشروط التاني أحساب شروط الأول نأنا نتمنى ان احنا نلعب التسعين دقيقة بنفس الرتم وكمان نخلي بالنا ان دائما اي فليق أفريقي بيلعبنا بعد المونديال الاندية بيبقى نازل قدامنا بكامل الحيوية وكل الحماس لانه بيلعب ممثل أفريقيا في المونديال لانه عنده حماس كبير جدا فان شاء الله بإذن الله بإذن الله نحقق الفوز الأول في تاريخنا على حساب الهجال السوداني في أرض يا رب ان شاء الله وتكون ويكون الفوز الأول في هذه المباراة على رغم من صعوبة هذه المباراة ولكن ان شاء الله نادي الأهلي قادر ان هو يعدي بهذه المباراة انا بشكركم شكرا جزيلا انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه حلقة نهاية الاسبوع ان شاء الله يوم الحد تقي معا حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير